نرجع لسورة مريم ونشوف الطفل المولود قال لها إيه في الآية 25 روح معي على الآية 25 قال لها إيه وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رتبا جنية خلي بالك لمش وهزي إليك يعني شدي عليك وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رتبا جنية هي قعدة تحت نخلة إذا هي مش لينة لينة يعني نخلة صغيرة لا قعدة تحت نخلة فقال لها قد اجعل ربك تحت كسرية في نهر ربنا مشات فعندك مير وفي نخلة فوقك هزي النخلة وهي هتوقع عليك الرطب هو البلح لما بينضج ويطرع على أبوه على أبوه يعني على الشجرة احنا في الفلاحين نقول الفكهة دي مش مسكرة لانا ما استويتش على أبوها يعني ما استويتش على الشجرة فلما يحصل انضاج للبلح قوي ويسيبوه يرتب على النخلة البلح الناشف اسمه بلح البلح الطري جدا اسمه التمر اللي بينهم اللي بين البنين ده اسمه رطب فقال لها ايه وخلي بالك من حاجة احنا بنتكلم عن واحدة كان بيجيلها رزقها لغاية قضطها لغاية محربها وكان يجيلها فكهة الشتة في الصيف وفكهة الصيف في الشتة يعني كان بيتعملها وكان سيدنا يعني اللي هي قعدة في كفلته سيدنا زكريا يدخل يتعجب فدخل عليها زكريا المحراب وفوجد عندها رزقها قال يا مريم وأنه لكي هذا منين ده إيه لك الغريب ده قالت هو من عند الله لكن لكن لما بقت في موقف هيتعلم منه العالم كله قصة ولادتها للسيد المسيح أصبح لازم رزقها الجيلة بالأخذ بالأسباب لأن هنا موقف هيتعلم منه العالم كله فالله لازم تاخدي بالأسباب عشان ربنا ينزلك الرزق ينزلك الرتم هزي إليكي بجذع نخلة عشتبوا عارفين عشر رجالة أقوية ما يدروش يهزوا النخلة بس عشتبوا عارفين النخلة النخلة ثابت ثابت شديد جدا عشان يتهزد صعب صعب جدا فما بالكم ببنت عندها 12 سنة ولسا والدة يعني في مرحلة النفاس وفي حالة ضعف جثماني رهيبة هتقدر تهز نخلة أكيد لا وكذلك الإنسان يأخذ بالأسباب ورزقه سيأتيه بس من الله مش من الأسباب هي لازم تأخذ بالأسباب وتحاول أنها تهز النخلة وربنا هينزل لها الرطب بعد كده فهي تحاول تهز النخلة وإن كانت مش هتقدر تحركها أصلا طبعا في نقطة هنا بيحبها بقى المسلمين قوي من باب المناكفة في المسيحيين كل كريسموس المسيحيين بيحتفلوا بميلاد السيد المسيح يوم 25 ديسمبر والأرثوذوكس يوم 7 يناير يعني الاتنين بيحتفلوا في الشتاء فإحنا بنكفهم نقولهم وإنتوا بتحتفلوا في توقيت غلط لأن ما فيش بلح في الشتاء والمسيح أكيد ولد في الصيف عشان خاطر المفروض أن هي هزت النخلة فنزلت لها الرطب وهما مش بيعرفوا يردوا علينا لكن هو بصراحة في رد ورد قوي جدا ولكن هما مش بيستخدمونه أنا هغششوا بالرد النهاردة إحنا كمسلمين بنؤمن إن الله سبحانه وتعالى دائما يرسل لمريم خاصة فاكهة الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف ومريم طول عمرها عايشة على الكرامات دي في الإسلام عندنا سيدة مريم عايشة على كرامات طول الوقت ومعجزات عملة تحصل حواليها طول الوقت ليه هما مش بيقولوا الرد ده حتى عارف لأنهم مش عاوزين شبابهم يعرفوا قدر مريم وقدر المسيح في الإسلام مسيحيين كتير جدا بيعجبهم منطق الإسلام جدا لكنهم بيترددوا في اعتناق الإسلام لأنهم ما يقدروش يعيشوا بدون المسيح وبدون العذراء في حياتهم فلما بنوضح لهم أنهم لن يتركوا دين المسيح ولا دين العذراء بإسلامهم دولها يدخلوا لأول مرة دين العذراء الحقيقي ودين المسيح الحقيقي هو الإسلام فبيقبلوا ويدخلوا في الإسلام المسيحيين بقالوا يردوا على المسلمين لما بنيجي نكفهم في الكريزمس ويقولهم لأ وإزاي وكان نزل رطب وما فيش بلح في الشتا ما بيردوش عشان مش عايزين يسمعوا ومش عايزين يوصلوا قدر مريم وقدر المسيح في الإسلام عند شبابهم هم ويعرفوا أن احنا عندنا بنؤمن بالسيدة مريم وأنها أطهر نساء العالمين تبقى للقرآن وأنها يا ربنا كان بيبعت لها فاكهة الصيف في الشتا والشتا في الصيف فبيسخدوا يسيجون نكفهم ما يردوش علينا لأن الأسوأ بالنسبة لأنه يرد طيب